بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية في كورس AutoCAD 2D و 3D اتعرفنا في المرة اللي فاتت على AutoCAD واخدنا أمر لين المفروض ان الاوامر الجديدة اللي هناخدوها دلوقتي يعني نبقى فاهمين خلاص الطريقة التعامل مع AutoCAD فالمفروض نفهمه الاوامر الجديدة بسرعة النهاردة ان شاء الله هنشرح قيمة دلوق هنتعلم بالتفصيل الممل كل عنصر لوحده ازاي نستفيد به اقصى استفادة ممكنة طيب هناخد العمصر كده بالترتيب عندنا عنصر اللي ازاي ما احنا شايفينه كده قدامنا هو عبارة عن خط مستقيم لا نهائي يعني ملوس طول يعني بياخد اللوحة من اول الاخيرة لو دوسنا عليه كده هنلاقي بيقول لي طبعا احنا احنا عرفنا من المرة الفاتتة ان احنا اول حاجة بنعملها بنروح نقرأ الرسالة اللي بتظهر لنا في command line بيقول لي specify a point يبقى هنحدد point or هتختار حاجة من الحاجات دير انا هاخد الاول الحاجة اللي برئيسية بيقول لي specify a point يبقى بيقول لي حدد مكان نقطة حددت مكان نقطة وبعدين ارجع عره تاني بيقول لي specify a point انا لما حددت النقطة الاولانية مستني احدد له النقطة التانية عشان اقول له تجاه الخط ده فيه لما حدد النقطة التانية هنا بيجاي موصل ما بينهم ويعمل لي خط مستقيم طوله مالا نهاية طيب خط ده غالبا انا بيستخدمه ك guide line يعني خط بيبقى اقطع اللوحة من اولها الاخيرة عشان بعد كده حعمل مثلا خطوط موازية ليه او خطوط عمودية ليه او سيستخدمه باي طريقة طيب الامر ده اسمه او الخط ده اسمه x line او construction line اختصاره x line الاختصار بتاعه في command line xl يبقى انا مدوس xl وبعدين مسافة فبيقول لي specify a point خلاص احنا عرفناها or هنا الاختيارات بقى بيقول لي horizontal ولا vertical هو تحت في command line horizontal يعني خط افقي ولا vertical ولا angle يبقى هتدخله زاوية تقول لي انا عايز مثلا خط ده معيل بزاوية 30 درجة ولا basic يعني بتنصف زاوية حملة هنعرفوها كمان شوية ولا offset يعني موازي لخط تاني ياخدون كده واحدة واحدة انا عايز ارسم خط افقي فبقول له horizontal يبقى الاختصار بتاعه ايه بقى الهوريزونتل ده نلاقي ان حرف H capital يبقى الاختصار بتاعه H تمام يبقى اما حب اختار الهوريزونتل بدوس H بدوس H عشان كلمة horizontal اول حرف الحرف H capital مش عشان هو اول حرف عشان ده الحرف الكابتر حدوس H عشان ارسم خط افقي لما احدد له خط افقي او رأسي واحدد له كم انا عايزة مش محتاج ان انا احدد له نقطتين زي ما كنت بعمل هنا في الخط اللي عملتوا الاولانين لا محتاج نقطة واحدة بس وهو بيجي شادد منها خط افقي نشوف بقى ال X line ده افقي اهو نستنيني ان انا احدد له مكان الخط ده فبحدد له نقطة واحدة بس على الخط وهو بيوصلها بيعمل لي ايه خط افقي طيب لو عايز ارسم خط رأسي بمنتهى البساطة احاول XL وبعدين V اللي اختصار Vertical وبعدين احدد له النقطة اللي انا عايزة طيب بس ورعة برضو عايزين نرسم خط X line مال بزاوية 45 درجة يبقى اقوله XL وبعدين افطار Angle حرف الايه عشان حرف الايه هو الكابتر هنا بيقول لي انتر Angle of X line تمام؟ طيب هنا على Angle انا عايز خط يبقى مال بزاوية 45 درجة يبقى حدد له 45 درجة اتبقى لي ان احدد له نقطة بحيث تبقى موجودة على ال X line يبقى رسم لي X line مال بزاوية 45 درجة طيب تعالي نرجع ثاني للموضوع Angle حدد الزاوية or reference ايه ال reference ده؟ لو انا عندي زاوية ايه انا مش هشرحها بالتفصيل دلوقتي عشان هناخدوها هناخدو موضوع reference بالزبط في الاوامر بتاعت الموف والكابي والحاجات دي ايه ايه انا معرفش الزاوية دي كام بس اعيز ارسم خط ميل بنفس الزاوية دي اعيز ارسم خط ميل بنفس الزاوية دي يكون ميل على محور X بنفس الزاوية دي فاعمل ايه بان؟ المفروض العادي ان انا اقيس الزاوية الاول وبعدين ايه اجي اقول له الانجل و اديله الزاوية اللي انا استاه بس الكلام ده مش مزبوط لسببين السبب الاولاني ان ده اعودنك منين يا جوحة يعني لسه حاو دقيس وبعدين هكتب الكلام ده في ورقة وبعدين هندخل اقول له تاني السبب التاني عدم الدقة ممكن تبقى الزاوية دي سبعة واربعين درجة بوينت اربعة واحد ثلاثة اثنين زيرو مثلا حاجات كتير كده يبقى انت ايه عمرك مع الدخلها بدقة هتقرب انما انا بختار الرفرنس ده عشان اقول له اعمل لي ايه زاوية اختيتت ت failing ناخد إكس لاين. نختار هنختار هنختار بسيتي ت بتديه بتنصف الزاوية انا عندي زاوية هي بتنصفها حقال اختار بسيكت احضوه على حرف b قال لي بقى لى اختار عليه اختار رأس غري جيد هنختار رأس غري وبعدين بديله الدلع الاولاني ايه القيام بخصص مع الدلع اللقaux ينصف الزاوية نرجع للإكسلاين ثاني ونأخذ الابسن الأخير الافسد انا عايز ارسم خط يكون موازي له الخط ويبرد عنه مسافة معينة يبرد عنه مثلا خمسة متر فبيقول لي انا عايز ايه بعد قديه خمسة متر فهدخله خمسة وبعدين بقول لي اعايز خمسة متر من انه مط今天 اقوله من الوبجكت ذه اللي هو الخط يبرد خمسة متر هل 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 تريد خمسة متر الناحية او الناحية موازي ليه ا Veron او الناحية خمسة متر أغلب الناحية فساة موازي له 10 متر من الناحية الأخرى 10 متر من نفس الـ object في نهاية الانية كانت الوشرة موازلة على 5 متر من نهاية الانية عندي مثلا دائرة 중ي ارسم خط موازلة هذا بس يكون يمر بالسنتر لايم ده السنتر لايم بتاعدى طيب العادي هنعملها ازاي ان انا هيقيس المسافة من الخط ده لغاية السنتر لايم عشان اعرف كام وقول له افسد ودي له المسافة دي طبعا احنا قلنا ان الكلام ده غلط عشان غير دقيق وفي نفس الموقت بياخد وقت كتير تعالوا شوفوا نعملها ازاي ادي كونستركشن لايم افسد بيقول لي بقى ايه اسبيسفاي ديستانش اور ثرو ثرو دي يعني حدد لي نقطة تكون على الخط يعني انا بدي له نقطة وبعدين هو ايه اما بيرسم الخط بيخلي يخلي الخط الكونستركشن لايم ده يمر من على النقطة دي انا عايز الكونستركشن لايم يمر بالمركز بتاع الدايرة دي رابط محدد له مركز الدايرة طيب قال لي سبسي فاي ساكند بوينت تولي ثواني بعدين قلت له افسد وبعدين قلت له ثروف هدست على حرف التى عشان شفوه قال لي بقى ايه سيلكت لين اوبجيكت راحت مختار لين اوبجيكت انا عايزه بقى موازل ده قال لي هاد سرو بوينت سرو بوينت اللي هو فين اللي هو الموازي اللي هو بيمر بالمركز بتاع الدايرة اهو يبقى انا عملت موازي ليه وفي نفس الوقت بيمر بالسنتر بتاع الداري ناخده ثاني الكونستركشن لاين بسرعة كده الكونستركشن لاين هو عبارة عن خط مستقيم طوله وما لا نهاية بيقطع اللوحة من اولها الاخيرة بولي اسبسي فاي ابوينت اور اسبسي فاي ابوينت يبقى انا حدد له النقطة الاولى وبعدين هعدد له النقطة التانية عشان احدد اتجاه الخط ناخد الكونستركشن لاين تاني عايز ارسم خط هوريزونتل ايبقى ادوس اتجاه وبعدين احدد له نقطة واحدة وهو بيشد منها خط اخكي الكونستركشن لاين تاني الانجل نفس الكلام بس رأسي الانجل نفس الكلام بس بحدد له زاوية او بحدد له رفرنس الزاوية تانية نشوف كده انجل انا عايز ارسم خط زاوية تلاتين درجة وبعدين بحدد له مكانها فين اهو نصف زاوية انا عندي زاوية زاي دي زاوية اهي عايز انا نصفها ادوس بيه وبعدين ادي له الفيرتكس ادي له مكان الفيرتكس بتاع الزاوية وبعدين اي نقطة على المحور الاولاني واي نقطة على المحور الثاني او سلاقي نصف الزاوية بتاعتي طيب اتبقى لي المحور الثانية او يعني خط موازي انا عندي حجم الا اثنينك او اقول له خط موازي مسلا انا عندي خط اكم show انا عايز ارسمخط موازي حجم اذا اقول إن ما اقول له الخط موازي للكط دا على مسافة معينة واطم نقول له المسافة يوم الثانية سوف يمر بنقطة معينة يبقى في الحالتين هتستخدم الافسيت هقوله ايه؟ هنا لو هحدد المسافة هقوله مسافة مثلا 30 من الابسكت ده الناحية ده تمام ده لو هحدد المسافة لو هحدد نقطة معينة يكون بيمر بيها هقوله افسيت وبعدين ثرو فبقى يسلكت الابسكت اهو بقى انت عايزه بقى يكون فين؟ هدله نقطة يكون بيمر بيها اهو ده نمسح الكلام ده ندخل على اللي بعد منه اسمه بولي لاين بولي لاين وده الاختصار بتاعه بي ال دوس بي ال طريقة رسم بولي لاين هي نفسها طريقة اللاين بالزبط احدد النقطة الاولى وبعدين احدد النقطة التانية بنفس الطريقة اما باختار نقطة باختار مكان النقطة بالماوس زي ما قلنا المرة فاتت او بديله الطول والزاوية او بديله نقصوا الAxY الاعداسيات تمام؟ اهو تمام نعم نعمل الاء هنعمل نفس الكلام بالزبط اهو اهو انه ماذا فيه الفرق ما بين البولي لاين واللاين اهو ده البولي لاين ده البولي لاين ده اللاين الى فوق بولي لين والذي احت اللين طبعا بستخدام البولولاين لما يكون الرسمة بتي كلها قطع واحدة أحب مثلا أغير في القصائص بتاعتها أحب غير في اللون مثلا أختاره كل مرة واحدة وغير لونه لكن لو عملت كده مع الخط لو اخترت واحد فقط سيغير لي حتى واحده يبقى لازم قعد أختار الأولاني بعد الأولاني بعد الأولاني بعد الأولاني ثالثة وكذلك مثلا عندي حدود بتاعت البيت عندي قطعة ارض مثلا وعند حدود بتاعت المبنى بتاعها الحدود افضل ان انا اعملها بولي لاين ليه اعملها بولي لاين عشان اي تغيير احب اغيره فيه يبقى بغير مرة واحدة ما اعطش بقى اجل ورا الخطوط دي كلها ورا الرسم تمام ناخد بقى البولي لاين تاني خلاص نمسح الكلام ده بولي لاين بي ال هنا قال لي اسبيسفاي ستارت بوينت اهو لقيت وطلع لي اوبشنس تانية قال لي ارك ولا هاف ويت ولا لينت ولا اندو ولا ويت تاني نشوف بقى ايه الكلام ده لو انا عايز ارسم ارك طبعا انا هنا اعمال ارسمه حبيت اعمل ارك كده في النص طبعا لو لاين انا عادي كنت باطلع من الامر وبعد كده اجيب ارك وبعدين بارسمه وبعدين برجع اكمل لاين تاني هنا بقى ما ينفعش اطلع برا الامر عشان الخطوط دي كلها قطعة واحدة هنا بقى لو عايز ارسم ارك هكتر الارك طبعا هدوس على حرف ايه عشان هو الكابتال وبعدين هبدأ ارسم الارك كل الارك فهناخدوها مع الامر تمام احنا نفهمه بزبط مع الامر ايه اه مهم هنرسم الارك باية طريقة ادي ارك اهو وبعدين بارجع انا هنا في الوضع الارك تمام احنا ارجع الوضع الارك هعمل ايه بقى هلاقي ايه اوبشن كده في النص اسمه الارك مختار الارك هرجع اكمل الارك اهو يبقى انا ايه اقدر ارسم الشكل ده رسمت الشكل ده ازاي ان انا رسمت بولي لاين كده وبعدين عملت ارك وبعدين رجعت اكملت تاني بالامر ايه اللاين طيب نرجع للبولي لاين تاني ستارت بوينت وبعدين قال لي ارك ولا هافويتس ولا لينز ولا اندو ولا ويتس هعنا نشوف كده الويتس ده بيعمل ايه تعالوا ويتس عشرين زي ما احنا شايفين بس ما ايه يعني زودتها كتير خلينا نضع ويتس كده يبقى معهول هاقل له بولي لاين قادل ستارت ورد هاقل له ويتس اختار ويتس كده يبقى معهول مثلا ايه خمسة تمام ده ده السكانة بتاعت الخط نفسي بس ايه تقيل شوية كده 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 بولي لاين قادل ستارت ويتس العرض الاولاني ده ده عبارة عن خمسة الاندينج ويت اللي هو العرض التاني ده عبارة عن ايه عشرة يبقى هو مش جاي خط كده لا ده جاي عمال يطلع لفور يطلع لفور كده عمال من هنا داية ومن هنا ايه عمال يوسعية تمام ده كده ايه اهم حاجة في البولي لاين نتي بقى للامر بوليجن امر بوليجن اللي هو ده ده بترسم شكل متعدد الاضلاع يعني شكل خماسي سداسي سباعي ثماني اي عدد من الاضلاع انت عايزه طيب ده بيتكتب بي او ال واي جي اهو هتلاقي مكتوب في لفت سكريبزي بي او ال واي جي او ان طيب الاقتصار بتاعه ايه اول تلات حروف مئنه بي او ال فبقى اكتب بي او ال عيني على طول فين في الكماند لاين بيقول لي ايه انتر نمبر اف سيدس انا عايز درسم شكل خماسي مثلا يبقى هو مدخل له خمس اضلاع سبيسي فاي سنتر اف بوليجن يبقى انا يا اما هحدد له نقطة السنتر بتاعه يا اما هحدد له نقطة على الاتج بتاعه احد الاركان بتاعك الشكل الخماسي انا هجرب الاول السنتر هدوس سنتر اهو انت عايزه يبقى ان انسكريب ولا عايزه يبقى يعني ايه يبقى او هتلاقي بالمناسبة الاوبشنز اللي تحت اللي هي الموجودة في الكماند لاين هو بيتلحول هنا في اي وفي سي الفرق ما بينهم تعال نشوف لو انا عندي دايرة زي كده اوكي وانا حبيت ارسم شكل ولياكم مثلا شكل رباعي شكل شكل مثلا رباعي او الخماسي او اي حاجة خلاه شكل رباعي اوه مثلا فرض ان دا شكل مزبوط الشكل الشكل دا مرسوم جوه الدايرة يبقى انا لو اديت له الشكل الرباعي دا اللي هو المفروض يبقى مستطيل اللي بتحتوي المستطيل دا اللي هي فين الدايرة دي انا اديت له الكتر دا او نص الكتر وبعدين رسم دايرة اللي هيرسم جوه مستطيل هنا بيقول لي انت عايز المستطيل دا يبقى جوه الدايرة زي الشكل اللي انا شايفينه دا ولا عايزه يبقى كده ا اديت دايرة ايه وادي المستطيل يبقى المستطيل ايه يبقى المستطيل هو اللي بيحتوي الدايرة اهو يبقى انا عندي شكل دايرة تخيلية انا اديت له السنتر بتاع الشكل الخماسي او السداسي او المستطيل اللي انا عايزه تمام وديت له نص الكتر نص الكتر بتاع الدايرة دي طب هو بيقول انت عايز المستطيل ده يبقى مرسوم بره دايرة يعني يا ميس الاضلع من بره كده ولا يبقى زي اللي احنا شايفينه ده مرسوم جوه الدايرة ده اسمه n وده ده الاختصار بتاعه i وده الاختصار بتاعه c طيب تعال نرجع تاني امسح الكلام ده نرجع تاني لشكل الرسم الخماسي فهقول له polyline pol وبعدين خمس اضلاع فبيقول لي اعايز تحدد له السنتر ولا الage تعالوا برضو بالمناسبة نشوف اي موضوع السنتر والage ده لو انا عندي شكل ارباعي زي ده لو حددت له السنتر يبقى انا حددت له النقطة دي وبعدين بديله نص كتر بتاع الدايرة اللي بتحتوي المستطيل ده لو ادت له الage نقطة الage بقى انا ادت له النقطة دي تمام وبناء عليها حيستمتج بقية الاربع نقطة يعني ادت له النقطة دي وبعدين ادت له نص كتر الدايرة فهيجيبه هو السنتر وبعدين يجيب الاربع نقطة طيب نرجع التاني للبولجن نقول له خمس اضلاع ادي السنتر اهو هو بيقول لي O بولي نرسم المرادة شكل صداسي بولي حديد اله بولي انت عايزة أعايzk ايه او سيه قلتلو ايه العموق يعني الشكل بقى جواه الدائرة بولي اسبسيفاي الradius ده فقديتلي الradius وكمان بديله زاوية همال بزاوية اد ايه يعني عايز ارسمه كدة او لمكده تمام بديله الradius اوكي ادي الشكل الشديسي بتاعتي بوليجاند قال لي number of radius اول حاجة بدي له عدد الاضلاع بتاعتي وبعدين center او edge وبعدين بيقول لي من برا ولا من جوة فابقول له باختار الاختيار المناسب حسب طبعا المعطيات اللي عندك في الرسمة وبعدين بيقول لي هاته ال radius بتاع السيركل ديت فابقول له اهو ادي الشكل ايه المتعدد الاضلاع بتاعي ندخل بقى على الشكل اللي بعد منه اللي هو rectangle يعني مستطيل طبع مستطيل او مربع ايه الفرق ما بينهم ان المربع طوله قد عرضه يبقى المربع برا مستطيل بس طوله قد عرضه عشان محدش يدور في الطول بار بتعدره على امر المربع لا هو مستطيل طيب اختصاره ايه REC وبعدين enter نبص كده على ال command line بيقول لي specify first corner point or وبعدين مديني شوية options طيب specify first corner يبقى لو انا عندي مستطيل زي ده انا بديله corner الاولاني ده وبعدين بديله corner التاني ده هو بيجي جاي موصل ما بينهم يرسم لي مستطيل هنا نفس الكلام برضه انا بحدد النقطة التانية بالنسبة للنقطة الاولى لسمة المستطيل تعالوا نشوفوا ال options اللي عندي هقوله REC Rectangle specify first corner هنا لا عايز اقول ملحوظة لما نبص تحت هنا في ال command line هنلاقي بيقول لي الرسالة بتاعته specify first corner or الكلام ده لما نبص فوق جنب الموز بالزبط هنلاقي نفس الرسالة ده موجودة بيقول لي specify first corner or وبعدين لو انا عايز اشوف ال options بادوس على السهم اللي تحت السهم من الكيبورد اللي تحت هذه ال options الطريقة ده اسهل بكتير جدا من انا اتعامل مع command line الطريقة ده موجودة في ال اوتوكات الجديد اللي بعد 2010 لغاية هذه السنة specify first corner or اختار حاجة من options ديت تعالوا نختاروه بكتر واحدة واحدة الخامفر يعني ايه الخامفر بقى الخامفر والفيلت دول هنشرح من دلوقت REC ادي كورن المستطيل اهو لو انا عايز اقوم شامفر المستطيل ده من هنا كده شايف المستطيل اعمل ازاي؟ المستطيل اتشامفر يعني ايه الخامفر؟ يعني الزاوية الحادة بتاعته راحت متشامفرة كده طيب يعني ايه الخامفر؟ ان انا بخلي الزاوية بتاعتي بدال مياه حد كده بخلي جايه بكرفة كده الشامفر ان انا بدل الزاوية بقوم جايبة على مراحل كده اللي هو بالطريقة دي الفلت ان انا ايه بخليها تيجي بزاوية نشوف كده مثال عملي على الفلت لو انا عندي عربية اهو شكل العربية بيبقى عامل كده صح؟ بيبقى عامل كده اهو مثلا دي العربية العربية القديمة كانت بتبقى عاملة كده زاوية حد العربية الجديدة هتلاقيها عاملة ازاي ما بتجيش كده بقى بتيجي بكيرف كده الكيرف ده بيبقى اسمه فيلت يبقى اه في الصناعة عموما ما بنعملش اي زاوية حد ما بين اي ضلعين زايدول ما بنعملهم ازاي بنجيبهم كده كيرف بكيرف كده شوية الكيرف ده اسمه فيلت لو بالطريقة دي هيبقى اسمه تشانفر طيب عرفنا ايه شانفر و ايه فلت ونشوف بقى ازاي نعمل مستطيل متشمفر و ازاي نعمل مستطيل كيرفت يعني ما عمله في التحول ريس هي ندوس على سامل تحت عشان نشوف الابتشنز انا اختار الشمفر اختار الشمفر بيقول لي specify first شمفر distance فانا اختار المسافة بتاعة الشمفر يعني ايه مسافة الشمفر تعالوا نشوف كده تاني نرجع للشمفر اهو اتردنا ان انا شمفرته كده فانا بيقول لي المسافة الاولانية دي المسافة دي دي اسمها first شمفر distance وبعدين المسافة التانية دي المسافة الشمفر التانية يبقى الشمفر بيكون ليه المسافة الافقية دي يعني انت عايز الشمفر من هنا قد ايه والمسافة الرقصية دي طيب لو انا عايز الشمفر دي بقى جاي ميل بزاوية 45 درجة يبقى لازم المسافة الافقية تبقى قد المسافة الرقصية نجرب الشمفر عشان نجيب المستطيل وبعدين ادوس بالسهم اللي تحت واختار الشمفر بيقول لي اختار مسافة الشمفر الاولانية انا هقول له 0.5 متر وبعدين حرسم المستطيل عادي جدا ابوث سيلاقي شمفر المستطيل طيب المفروض المسافة دي لها القفقية دي 0.5 متر المسافة الرأسية برضو انا اخترتها هي 0.5 متر طيب تعالون نجرب الفلت ندوس على السهم اللي تحت نختار منه فلت بيقول لي اختار الراديس بتاع الفلت انا اختار برضو نص متر ونجرب نرسل المستطيل هنلاقي المستطيل بقى جاي ايه كرفت كده طيب تعالون نجرب نكبر بس الفلت ده شوية عشان نشوفه نخلي ايه مثلا اثنين متر وبعدين نرسل المستطيل هنلاقي المستطيل بقى فلت يعني ما بقاش داوية حدا كده بقى فلت ده اسمه فلت وده اسمه شمفر طيب نشوف بقية الاوبشنز بتاع المستطيل ر اي سي شوف الاوبشنز تانية بيقول لي تشانفر الاوبشن ده المستوى بتاع المستطيل بالنسبة للبلان ده هنقدوه في الثري دي في الثو دي مش هايبان اوه في الثلت اخدناه خلاص الثيكنز والويتس الفرق بقى من الثيكنز والويتس تعالون نجربوهم كده الاثنين ادي الثيكنز واحد ورح تراسم مستطيل عادي جدا هل في حاجة اختلفت لا مختلفتش نجرب الويتس كده انا عايز الويتس يبقى كام رح تقال له واحد ورح تراسم مستطيل ايه اللي حصل بقى يبقى الويتس ده هو اتخانة بتاعة المستطيل الويتس هو اتخانة بتاعة المستطيل خبالك ان المستطيل ده انا عمله فيلت ليه عشان انا اخر مرة كنت اقال له ان الفلت بتاع بيساوي واحد يبقى لازم اصفر الفلت اما اجا اقول ر اي سي اما اجا بص في الـ command line حتبص هتلاقي انها قللي ان يقبالك الاعدادات بتاعة المستطيل الويتس بواحد يعني حياتل عزايدة وفلد باثنين يبقى هيطلع فيه فلد يبقى انا لازم اقول له لازم اختار الفلد وقول له ان الفلد بزيرو واختار الويتس وقول له الويتس بتاعه كمان بزيرو ده عشان نرسمه المستطيل العادي اللي احنا متعودين عليه طيب ده بالنسبة للثيكنس بقى ايه اللي حصل بالنسبة للثيكنس حصل زي الويتس بالزبط بس في الاتجاه الثالث اللي هو اتجاه زد فده مرضو حجم الحاجات بتاعة 3D مش حبان هنا نرجع على الامر الريكتانجل الثاني REC الطريقة العادية ان انا احدد له النقطة الاولى الكورنر الاولاني والكورنر الثاني REC مختار الابتشن شامفر وهدينه المقاسات بتاعت الشامفر المقاس الاولاني والمقاس الثاني وارس المستطيل عادي جدا يطلع لي مستطيل متشامفر عاليش انا هكبر الشامفر ده شوية هخليه اثنين مثلا عشان يبان اهو يبقى المستطيل طالعه متشامفر طيب عايز التشامفر ده يبقى فلت يبقى عايزه يبقى ايه يبقى جاي كيرف كده يبقى اختار ايه فلت REC وتدوس على السعمل اللي تحت اختار فلت تفضيله معاس الفلت بتاعي او الريديس بتاع الدايرة اللي هتعمل لي فلت اهو خبالك ان الفلت ده عبارة عن جزء من الدايرة يعني ان نتخيل ان فيه هنا دايرة كده طيب نشوف ايه تاني اوبشنز الاوبشنز ده بيديني التخانة بتاعة المستطيل دوت انا هقول له الويتس بتاع بيساوي واحد بعدين ارسل مستطيل لطلع لي مستطيل ايه فيه تخانة كده طيب نرجع تاني الاوبشنز بتاعة الويتس قولنا ان الثيكنز ده بتاع 3D والاليفيجن كمان بتاع 3D ايه بقى الثيكنز والاليفيجن ده لان ارسمت مستطيل عادي خالص اهو بس ابوص تحت لاي بيقول ان الفلت باثنين والثيكنز بواحد والويتس بواحد فانا عايز اصفر الكلام ده هقول له فيلت بزيرو وبعدين الويتس بزيرو كمان والثيكنز برضو بزيرو وبعدين ارسم مستطيل عادي خالص اهو طيب لان ارسمت المنظر ده كأن احنا في 3D كأن انا لسه مشغلت 3D ايه اعملت مستطيل بالشكل ده طيب لو انا عملت التخانة بتاعتي في الاتجاه ده يعني نتخيل ان دي كده ايه التخانة بتاعتي المستطيل ده في الاتجاه اللي هو اكس يعني انا محدد ان ده كده اكس تمام وده واي صور ده اكس وده واي وزد اللي هو العمودي على اللوحة نفسها الثيكنز ده اللي هو في اتجاه اكس ده تمام ده اللي هو اللي احنا شوفناه فعليا ده اللي هو اسمه ويتس طيب لو الثيكنز في الاتجاه ده ده اسمه ثيكنز يبقى ده اسمه ويتس وده اسمه ايه ثيكنز طيب الاليفيجن ده لو انا عندي المستوى بتاعي عندي المستوى بتاعي مستوى اللوحة نفسها عامل كده تمام لو المستطيل ده جاي فوق المستوى بتاعي بمسافة معينة لها المسافة دي ده مسافة الاليفيجن يبقى ارتفاع المستطيل عن سطح الارض او عن سطح اللوحة حسن؟ لو استطاقي المستوى ايا من اريد مستوى الارض اولاني يبقى اعمل الالفيجن ن cukendo الارتفاع الده الاول في الدور التانى حامل النفسwenے والضبط بس كامل اللوحة وب Sic. ده اسمه في ايه ندخل معاش نزيل المستوى المלל. اسمه المعلان يناك بال Estate ع نقال علىاصة مستوى م Tube이나. Representative 작ما بك فانالص إستوى الارك ده مستوى ايه نقطة الأولانية تسمى الستارت بوينت اللي زيها الناحية التانية اسمها اند بوينت انا بشوف السنتر بتاعي او الريديس بتاع الارك السنتر بوينت بتاع الارك دي اللي هي جزء من دايرة ده السنتر بتاع الارك بلا عندي ثلاث نقط مهمة للارك هو الستارت بوينت والاند بوينت والسنتر بوينت اللي هي مركز الارك طيب طول الارك او اللينس بتاع الارك ده بتحسب من اين؟ بتحسب من نقطة البداية دي ويفضل ماشي مع الارك اللي هو الطول الملحانة نفسه وبعدين اوصل الاند بوينت بتاع الارك طيب زاوية الارك او زاوية بتاع الديريكشن اللي هي من الاند بوينت دي باجي اعمل مماس كده واشوف المماس ده ميل بزاوية كام من محور اكس يبقى الزاوية دي هي الديريكشن بتاع الارك طيب لو وصلنا نقطة البداية والنهاية والسنتر كلها بثلال تلات نقطة دول يبقى الزاوية دي اسمها زاوية الارك دي الانجل فا ارك يبقى الاند بوينت دي دي متحوى dib نرسم بقى الارك ازاي او خلي الرسمة دي كده جميلة عشان ايه دايما نرجع لها هدخل على قايمة درو واختار الارك منها انا هرسم الارك كمان شوية من الكوماند لاين بس انا حابب اجيبه دلوقتي من قايمة درو عشان نشوف الابسنز كلها قدامنا وبعدين ندخل نشوف نعمل الكلام ده من الكوماند لاين ازاي طيب ها دي اثري بوينتس يبقى نحدي لاين يزاري ثلاث نقطة الارك بيعدي خلالهم من ضمنهم الارك ونتاقل الارك يبقى انا دايما هدي الارك واند بوينت اساسين معي وبعدين نريد اى نقطة ثالثة على الارك لين هو يرسم الارك ها دي اول نقطة وهذا الارك وهى الاي نقطة في النص ووري الارك ها ازاعدت له المنطة فى النص الاند رح جاي مواصر ما بينهم ورسم لي الارك طيب لو رفت للارك ثاني قال لي start center واند يبقى انا حدي له انا نقاط نرجع للشكل الريفرنس بتاعنا حدي له نقطة دي وبعدين نقطة دي وبعدين نقطة دي وبعدين نقطة الاند هيعمل ايه هو هيقوم موصل لي الاند اللي ستارت بالاند تمام وعايز يحسب التكوز يبقى انا ادت له الاند هيقوم مستانت هو نص القطر بتاع الدايرة اللي هي الارك دي بجزء منها ويقوم موصل التلات نقطة ما بينهم ببعض كده يرسم لي ايه الارك طيب انا عندي بس ملحوظة مهمة عشان كده حديكم المسال ده حرسمه دلوقتي انا عندي تلات نقطة هم ادي النقطة الاولانية وادي النقطة التانية وادي السنتر بتاع الارك بتاعي اهو اهو طيب انا جيت قلت له انا عايز ارسل الاند بونت رفت عامل كده ستارت وسنتر واند وطيبه ده ده الستارت وده السنتر وده الاند اهو انا رح نسم لي ايه موصل الاركامل طبعا لو نلاحظ انا ما فيش دقة لان انا ما جبتش النقطة ده السنتر دي بالزبط بدقة ليه مجبتش بدقة لان انا مش مشغل حاجة اسمه او سناب ده او الابشكت سناب ده بيخليني اه اختار مكان الابشكت اللي انا عايزه بدقة انا مش مشغله عشان كده ايه الدقة هتلاقوه من عدمه ومش هشغله دلوقتي الا ما نشرحه عشان يبقى فاهمين احنا بنعمل ايه طيب ادي ايه دا الارك بتعدتلوه السنتر والاند والاستارت والسنتر والاند رح موصل كده مبينهم ورسم لي ارك مزبوط بس شمانة رسم لي الارك تحت يعني ليه مجبليش الارك كده لفوق ما هو ده برضو يبقى الستارت وده الاند وده السنتر ورح رسمولي كده لفوق اقول لك انا باقي يسيدي الاوتوكات دايما بيتعامل مع الارك عكس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة هو كل حاجة في حياتي وكلها بتبقى عكس عقارب الساعة يعني مثلا تلاقي الدورة الدموية بتلف عكس عقارب الساعة تلاقي مثلا حتى احنا بنحج بنلف ايه عكس عقارب الساعة حتى انت بتجري بقولك لازم تلف عكس عقارب الساعة عشان ما تضخش كل حاجة في الدنيا كلها ماشي عكس عقارب الساعة معادة الساعة نفسها الساعة هي الحاجة الوحيدة اللي ماشي معها عقارب الساعة لكن اي حاجة في حياتنا ماشي عكس عقارب الساعة هي الصح ان احنا نبقى ماشيين عكس عقارب الساعة من اليمين لشمال مع ذا الحاجة واحدة بس ليه الساعة نفسها هي اللي ماشية مع اتجاه عارف الساعة طيب حتى القؤيت كاد كمان بيتعامل عكس عارف الساعة بيتعامل إذي بقى عكس عارف الساعة لогда ق ها يمشي في الاتجاه ده على المشاهد right the quick الاند. فهيمشي عكس على قارب الساعة. يمشي ازاي يعني انت يكون طلع لفوق عشان يبقى عكس على قارب الساعة. يبقى انا لو عايز ارسم من تحت هختار ان دي تبقى start وده اللي تبقى end. طب لو عايز ارسم اللي فوق يبقى اختار ان ده اللي تبقى start وده اللي تبقى end. طب تعالو هنجرب هقوله arc start و center وent. واقول له ان المرة دي ده ال start وده center وده الاند يبقى هو ايه? رسمهالي من فوق. طيب. نسخل لي اللي بعديه. قال لي هنا. ستارت و سنتر وانجل. انا هشرح بقى بشراء عشان المفروض ان الكلام ده خلاص بس. يبقى انا هقول له الستارت اهو. والان ده اخب بالك. انا وفيه من الستارت وان هو ان لعلاقة بالقاعدة بتاعة عارة والساعة. والانجل. يبقى انا بدلله ايه الزاوية دي. انا دايما بدله الستارت والانب. وبعدين بدله اه اه معلومة كمان يستنتج منها مقدر التقوث ده. هنا ما commanderه ضاوية. بتاعة ضاوية دي ايه mand of to the instant represent place Eden. طيب. انا دي الارك تاني.دلله نقطة البداية. ودله Booed and tool بتاع الأرك الذي هو من خلاله فيجيب كثيفป트를؟ الله لديه تخم يقي department booth.هوم احدهم الدول القادمة ان هطلاله نام ممكن الاند بوينت يوصل ما بينه وووخ في انو اسذنا مميز من الارك الثاني هذا على الصناع الش Bil denkش ويجب Ugh لكن اذا ارث peace لو اريد خط امищ Bern from landed امراجه بالقناة 새 ايه ضاء نقطة نقطة النهاية ملها مع محور X اللي ايه هتبقى ديه لما اقول له كده بفرض ان اعملت كده زاوية التماس الزاوية دي ملها مع محور X كده ملها مع محور X يديني الاتجاه الارك نرجع للدروه تاني قال start to window angle دي شرحناه start to end and radius يبعى انا هتدله نقطة البداية ونقطة النهاية والرديس بتاع الارك انا دائما هتدله ايه نقطة بداية ونقطة نهاية وبدله معلومة ثالثة بيستنتج منها مقدار التقوص ده يعني الارك بتاعها هيجي متقوص كده قليل ولا هيتقوص جامد كده يبعى ايه بديله نقطة على الارك اما بديله الزاوية دي اما بديله الارك كل دي معلومات بيقدر يستنتج منها مقدار التقوص بتاع الخط ادي center start to end center start to end كل دول خلاص احنا هفهمناه continue دي حنشرحها كمان شوية نيجي بقى كده نبص لو احنا هنرسل مع command line انا هنا لو هاجيب الابشن من قائمة درو طب لو هنرسل مع command line هقول له start اللي اكتصار بتاعه حرف الا وبعدين هندوس مسترة start او center انا في الاول هحددله نقطة start طيب انا بدأت بنقطة center ايبقى انا هحددته الاول وبعدين اقول له start و end او start و angel طيب اقول له ايه صار art انا هبدأ بالstart وبعدين يقول انت عايز بعد كده تحدد الـ center ولا تحدد الـ end بقولي specify second point ده لو انا عايز اعمل ثلاث نقط على الـ arc كبالا حددت النقطة الاولى اللي هي الـ start وبعد النقطة كده على الـ arc وبعدين نقطة الـ end اهم كان ممكن ايه؟ اهوه انه arc وبعدين اخترت النقطة الاولانية عايز بقى احدد الـ center اختار حرف C عشان center وبعدين دست عـ center وبعدين اكمل بقى يهم ايدي له الـ length يهم ايدي له الـ angle يهم ايدي له الـ end point يبقى انا نفس الـ options اقدر اجيبها من الـ command line او اجيبها من هنا على طول اسهلهم على الاطلاق ان انا يبقى عندي ثلاث نقط على الـ arc او على حسب طبعا المعلومة اللي عندي لو انا عندي زاوية الـ arc وعندي الـ start والـ center مثلا يبقى انا ايه؟ هاختار الـ option حسب المعلومات اللي عندي طيب نيجي بقى الـ option كمان اللي في الاخر خالص ده اسمه continue يعني ايه continue يبقى انا عايز اكمل بعد الـ arc ده عايز اعمل مثلا arc تاني كده يبقى ايه؟ اللي اتنين مكملين مع بعض يعني ايه مكملين مع بعض يعني ايه مكملين مع بعض يعني انا خدت خط كده بغض النظر عن الدقة الممعدمة دي خالص هتلاقي من الخط ده يمس الـ arc ده في نقطة نفس النقطة دي هي نقطة التماس مع الـ arc التاني مع نفس الخط يبقى الخط ده او النقطتين دول مع بعض عاملين تماث مع بعض تمام؟ ايجا اقول له arc بعدين اقول له continue يبقى لها حكمل منين من اخر نقطة انا وصلت له هل اخر نقطة دي لازم تبقى arc؟ لا يعني انا رسمت line كده وردت اقول له draw arc continue هيكمل منين؟ هيكمل من اخر نقطة لو كنت واقف عن ده تمام؟ خلينا نقل اسم حاجات حسوية draw arc continue انا رسمت خط اهو عايز اكمل من الخط ده او معامل ايه art بحيث يبقى تماث مع الـ line ده ومعامل كده يبقى انا ايه عملت طبعا هو هنا يعتبر اختار للـ start point اخر نقطة في الخط دي هي الـ start point وليس محتاج ايه معلومة تانية غير الـ end point ليه بقى؟ لانه عنده تلات معلومات المعلومة الاولى اللي هي الـ start point اللي هي تبقى الـ end point بتاع الخط وانا ببدأ من اخر نقطة انا وصلت له تاني معلومة هو عنده الـ direction ليه بقى؟ لان الخط ده لازم يبقى عامل تماث مع الـ arc ده يبقى عنده معلومة اللي هي مقدار التقاوص التالت معلومة ده بقى اللي ببدأ له اللي هي الـ end point يبقى لما بيطلبش في الحالة دي غير معلومة واحدة هي الـ end point طيط تعالوا نشوفوا لو انا ماشي مع نفس الخط ده بدأت معه وانتهيت معه ورقت جاي اقل له continue arc ورقت عامل كده اللي حصل برضه الـ arc عامل تماث مع الـ line لو قدت له end point باقي ده كده راح مقلل لي مقدار التكاوص عشان يحافظ على التماس ده طيب لو قدت له end point كده راح مقاوصولي قوي كده عشان يحافظ على التماس يبقى الخط ده عامل تماث مع النقطة دي هنا الخط ده برضه عامل تماث مع النقطة دي في الـ arc التاني ده كده ايه كل شيء عن الـ arc طيب ايه اللي بعد الـ arc الـ circle الـ circle دي بقى سهلة جدا ادي الـ circle بيرسم دايرة الاختصار بتاع حرف C حرف C حرسم circle بيقول لي specify center point او اختار option من التلاتة دول العادي ان انا هتديله center point وبعدين هتديله الـ radius او الـ diameter او انا عايز ارسم دايرة نص قطرها 10 متر ادي له الـ radius 10 متر نرجع تاني الـ circle ادي له C بعد المسطرة و اديت له center بتاعي اعايز بس اشتغلان اديت له center بتاعي وعايز ارسم دايرة يكون قطرها 15 15 بقى ارسم دايرة قطرها 15 يبقى انا عايز الـ diameter لما ادوس على السهم اللي تحت هيطلع لي ايه الـ diameter قطر منه الـ diameter او ادوس حرف D وقول لهم الـ diameter بتاعي 15 يبقى انا ايه رسام لي دايرة الـ diameter بتاعها 15 طيب دايرة الـ radius بتاعها 10 دي الـ diameter بتاعها 15 طيب نرجع تاني للـ circle ندوس على السهم اللي تحت عشان نشوف الـ options يعني ثلاث نقطة بيمروا بالـ دايرة زي ما ما شفناها في الـ art او 2P نقطتين بيمروا بالدايرة هنشوف الامر دا بيعمليه او TTR يعني TANGENT TANGENT RADIUS هنشوف بردو يعنيه هنختار الاختيار الاولاني اللي هو 3P يعني ثلاث نقطة بيمروا بالدايرة وهو بيوصل ما بينهم بدايرة انا اديت له الثلاث نقطة دول او تعالوني ارسموه ايه نقطة تبقى واضحة كده هذه النقطة الاولى هذه الثلاث نقطة انا عايز اوصل دايرة كده ما بينهم يبقى اقول له circle بعدين اختار لي الثلاث نقطة دول sorry circle وبعدين اختار three point واقول له الثلاث نقطة بتوعهم هدي نقطة وهدي الثانية وهدي الثالثة راح ايه مواصل ما بينهم بدايرة طيب تعالوا نشوفوا لو انا حدد له نقطتين ايه اللي هيحصل circle وبعدين اختار two point قال لي specify first end point of circle diameter يبقى انا بدي له النقطة دول لو اديت له النقطتين دول هيعمل ايه حيفترد ان هو ده ال radius بتاع الدايرة بس ما كلتهاله باركامات بمر بالنقطة دول يبقى انا ايما ابي ادي له ثلاث نقطة على محيط الدايرة ايما ابي ادي له نقطتين بيحددوا ال diameter اختار الاختيار الثالث TTR tangent tangent radius نمسح الاختيار انا عايز ارسل الاختيار الاختيار الثالث تمس الخطين دول دايرة تمس الخط ده في نقطة او تمس الخط ده في نقطة اختار TTR بقول لي specify point of object of for first tangent of circle يبقى انا بتدينه point على الابجكت الاولاني اهو وبوينت على الابجكت التاني اهو يبقى انا دلوقتي اعملت دايرة هتكون مماسة للخطين دول طيب اتبقى لي ايه ال radius لو اخترت radius قليل هيعمل لي دايرة صغيرة هنا لو اخترت radius كبير هعمل لي دايرة كبيرة هنا بس برضو في جمال احوال هتمس الخط ده في نقطة هتدينه ال radius بتاعها والي اكلنا 10 يبقى اعمل لي ايه دايرة تمس النقطة دي تمس الخط ده في نقطة وتمس الخط ده في نقطة ونص كترها 10 انا اعيز اعيز شوف تأثير ال radius بس فهرسم دايرة تانية بنفس المواصفات بالزبط ونص كتر وتمس الدايرة دي بس المرات دي نص الكتر بتاعها 5 وليس 10 يبقى عمله برضو تمس الخط ده في النقطة وتمس الخط ده في نقطة لكن الدايرة نص كترها 5 تمسح بقى الكلام دا ندخل على الامر اللي بعده الامر الكلود الامر دا ليه فايدة توضحية لو انا عندي مثلا بسمة كده وفي اي اي شوية دتيلز كده مثلا وحبيت اوضحه ما اعمل ايه اختار ال revision cloud دي واعمل حاجة كده توضحية وبعدين اخدها اكبرها اعمل لها مزوم مثلا او حاجة او حبيت مثلا اعلم على الحتة دي عشان تخد بالك منها او اي تعاليم كده على اللوحة طيب ده بنرسمه ازاي بنختار ال revision cloud ونحدد اول نقطة وبعدين من غير ما ادوس على اي حاجة في الماوس بافضل ماشي 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 لغاية ما باوصل للنقطة الاولانية تاني هو بيقفل اوه كده ايه ازاي نتحكم في شكل التقاوصات دي او مقدارها اختار revision cloud تاني هلاقي بيقول لي هنختار الارك لينت هندوس على الحرف الايه عشان احدد له مقدار الارك بتاعي ده التقاوص بتاع الارك فانا اختار اختار الارك لينت يكون كبير شوية يكون مثلا اتنين اختار كده اختار الارك اختار الارك لينت بتاعي اتنين وابده امشي علي ان الارك بتاعي او تقاوص بتاعي ده زاد شوية اه برضه لو اختارت رقم يكون اكبر شوية يكون مثلا خمسة هلاقي ايه او ان الارك نفسه ده زاد شوية ناخد الامر اللي بعده اللي هو الاسبلين الاسبلين اللي هو خطوط كيرف كده هاي ده خطوط ايه كيرفات شبه الرسم البياني يعني ده الاختصار بتاعه SPL SP اختصار اسبلين وابعدين L اللي هو الاسبلين وبعدين next point يبقى انا اعمل ارسم في خطوط منحانية كده لو انا عندي رسم بياني اواصل النقط ببعضها حيث تطلع الاسبلين ده لو جينا نشوف الابشنز بتاعتها بولي اسبلين او هنشوف ايه المثود دي المثود عندي يعمى fit يعمى cv تعال نشوف ايه الفيت و ايه cv لو انا عندي نقط زي كده دي نقط راح تعله اسبلين واختارت المثود بتاعتي تبقى fit راح تموصل النقط دي ما بينها و ما بين بعضها كده زي ما انت شايف ايه الكيرف عمالي يعدي على النقط كيرف عمال ايه يعدي على النقط بتاعتي با هو وصل النقط ببعضها ده الفيت طب تعالوا نشوفوا لو نفس النقط عندي اهيه وجيت برضو عمالت اسبلين واختارت المثود فت تبقى cv ورحت برضو محدد مكان زي ما انت شايف ايه عمالي يحاول يواسط النفس ما بينه اهو بيحاول ايه يجيب قيم واسيطة ما بينه ده الفيت وده cv الفيت ان هو ايه بيعدي على النقط نفسها cv يعني ايه بيواسط النقط طبعا احنا اغلب شغلنا هنشتغل مع الشكل اللي فوق ده اللي هو ايه فيت طيب ناخد اسبلين لما نبص فوقا ده المثود بتاعي cv والديجري بتالتة لها هنغير المثود هخليه ايه فيت طيب اه بسرعة نشرح بقيت ال options بس نغير من اخده ال object ده لو انا عندي خط اهو منصرحه لي ما نصرحه بالتفصيل اهو لو انا عندي بولي لاين زي ده عايزة حاول البولي لاين ده لخط اسبلين فهعمل يختار الاسبلين واعدين اقوله اخد ال object ده حاوله لي اسبلين هنا لازم يبقى المثود cv هنا في الحاله دي عشان احاول البولي لاين لسبلين لازم المثود تبقى cv اقول له اسبلين وبعدين اختار المثود وبعدين اختاره ال év وبعدين اختار ال object اللي هو ده يبقى اي هو ه وحووله لي له اسبلين طيب نمسح الشاشة تشوف ايه ال option اللي بعدها الاليبس طبعا الاليبس اللي هو شكل بيضاوي فهندوس كده نشوف شكله بس الاول اهو ده شكل الاليبس اللي هو مثلا لو نتخيل المحور اللي بيليف فحوالين كوكب المشترى مثلا ده او حاجة بيبقى حاجة عاملة كده الاليبس ده بقى بيترسم ازاي اهو بولي سبيسفاي اكسس اند بويند اوف اليبس يبقى انا هتديله الاكس الاولاني لما نبص بس ايه انا عايز ارسم الاليبس كده على السريع عشان نشرح عليه اهو نشرح كده سوية خصائص على الاليبس لو عملنا كده فده الاكس بتاع الاليبس طبعا يبقى ده اكس بتاع الاليبس وده الاكس التاني اللي هو العمود عليه طبعا ده نص الكتر بتاع الاكس الاولاني او طول الاكس الاولاني وده طول الاكس التانى تمام طيب تعالوا شوفوا لو حادر سم اليبس ادي اليبس اهو بيقول لي حدد لي الاند بوينت بتاع الاكس فبختار النقطتين اللي هم بتقع الاكس الاولاني اللي زي النقطة دي كده انا ايه حددت له طول الاكس الاولاني طيب بيجي على الاكس التاني بيقول لي حدد لي الديستانس تو ادر اكس فبديله مسافة الاكس التاني اهو يبقى ايه اللي انا اعملته هنا اددت له النقطتين الاولانين النقطة دي والنقطة دي فعرف خلاص ان ده الاكس تمام رح جاي هنا من نص الاكس ده وايه اللي هاتل ديستانس بتاع الاكس التاني رح تم اديله المسافة دي اللي هي مسافة تعتبر نص القدر دي طيب نشوف الاكس التاني قال لي specify end point of elix or arc or center الهيه اللي هو ده اللي هو السنتر بتاع الاكس اللي هو عن طريق واحد ديه الديستانس الاولانية بتاع الاكس الاولاني والديستانس التانية بتاع الاكس التاني فيرسم لي ايه يرسم لي اليبس نحن نختار كده السنتر بيقول لي specify center of ellipse ادي السنتر بتاع الاكس اهو والأكس الثانية ستكون مواصلة بينهم بألبس نجي بقى الامر بوينت اللي هو بيرسم نقطة بس كده هتلاقي نقطة عايز رسم نقطة نقطة عادية خالص بستخدم الامر بوينت نقطة بس علي عايزه نصوفه بيقولي create multiple point objects يبقى انا برسم نقطة زي اللي هي مرسومة قدامي كده بالأحمر الامر بوينت اختصاره P-O بعد ننجوز مصطرة بيقولي specify point بس بيقولي حدد مكان النقطة اهي بحدد مكان النقطة يبقى انا ايه رسمت مجموعة من النقطة طيب عندي اثنين options في النقطة القصص الاولاني اللي هو شكل النقطة وده بحدده من الامر P-D mode وحجم النقطة او ما اسم النقطة P-D size لو انجت رسمت خط صغير كده هاي النقطة شبه الخط ده طب ايه الفرق ما بين هون تعالي نشوفه بقى التحكم في النقط الفرق ما بينه في التحكم في النقط ده عبارة عن خطين لكن ده عبارة عن point طيب اول امر بيتحكم لي في النقطة امر يسمى P-D mode شكل النقطة بتاعتيه ده رقم من واحد لغاية اربعة سوفوا مثلا شكل رقم ثلاثة لايتوا انه هو عملها لي ايه كروس غيري شكل النقطة لكروسات كده طيب P-D mode نجرب رقم اتنين اللي هو شكل ايه زائد طيب P-D mode رقم اربعة اللي هو ايه يدوبك شرطة كده P-D mode رقم واحد بيخفيهم خالص لان ده مش نقطة ده خطين طوقتين سغيرين ده line نجد ال P-D size هي مكتوبة قدامنا P-D size وببدأ اتحكم في حجم النقطة ده الحجم رقم 0 لو اخترت الحجم رقم واحد مثلا يبقى النقطة حجمها زاد شوية طيب P-D size نختار رقم ثلاثة يبقى حجم النقطة بقى كبير ده الامر بتاع النقط اختصار بتاعه P-O وكلا اخلصنا ماشم القيام بتاع الدروق اتبقى لنا شوية اوامر ده نحن ناخده مع بعض من جمع دول لازم ناخدها اخذة اوامر الاول مثل الاوامر بتاع البلوكات امر insert block ونحتاجه في ايه امر make block امر point امرهاتش ده امرهاتش بيبقى شكل كما نرى بالأزرق هذا يبدأ شكل متدرج أمر تيوبل برسم جدول أو باخد جدول من الأكسل أمر تيكست وعندنا أكثر من أمر تيكست ده ملتي لايون تيكست والأمر اللي هو دول ان شاء الله هناخدهم المرة الجاية أو هناخدهم بعد المرة الجاية ندخله في أوامر الموديفاية على طول وبعدين هنبقنا هناخدهم أوامر دول مع بعض في محاضرة متجمع مع بعض ان شاء الله نشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله